من أجل تحسين الظروف المعيشية لصالح الرعاة والمسرعين وفق الوعود التي قطعها الرئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس دي بإتنو بعيد زيارته الأخيرة إلى مدينة مساكوري حاضرة ولاية حجر لميز بتشهيد العديد من المرافق الحيوية والبنية التحتية بالولاية وها هي اليوم جاءت الانطلاقة الرسمية التي ترأسها حاكم ولاية حجر لميز ساتي جيمسكسينويل للتوقيع على عدة انتفاقيات مع المشروع الإقليمي لدحم الرعي في الساحل 2 لبناء سوق للماشية بمدينة المصاقط ومركز حدودي للجمارك بأنجمينفارة وغيرها من المشاريع الاستراتيجية بالمنطقة هذا وبعيد التوقيع شكرا حكيم ولاية حجر لميز ساتي جيمسكسينويل مشروع الإقليمي لدحم الرعي في الساحل على ما يقوم به من مجهودات تساعد المزارعين والرعاة في شتى المجالات وقال إن المشروع الإقليمي لدعم الرعي في جاد يعتبر الشريك الرئيسي للحكومة لتحقيق التنمية المستدمة هذا وفي نهاية مناسبة تم التوقيع رسميا على هذه المشاريع من أجل انطلاقة بدء العمل ترجمة نانسي قنقر